ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بقيادة جلالته فالخطوات التي قامت بها مملكة البحرين لتطوير مسيرتها الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية أصبحت موضع إشادة وتقدير على المستويين الإقليمي والعالمي مسيرة ديمقراطية تتواصل من خلال المجلس الوطني الذي يتكون من مجلس النواب ومجلس الشورى ويعد المجلسان جناحي السلطة التشريعية بحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين وينقسم كل فصل تشريعي لمجلس النواب والشورى إلى أربعة أدوار انعقاد سنوية مدة كل منها لا تقل عن سبعة أشهر ويفتتح دور الانعقاد بأمر ملكي في حين لا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية ويعلن جلالة الملك المعظم بأمر ملكي فض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية هذا ويوجه جلالة الملك المعظم في كل دور انعقاد كلمة ترسم تطلعات جلالته لتكون كخطة عمل للمحلة المقبلة من العمل الوطني يؤكد فيها ثوابت الدولة والرؤية المستقبلية في كافة المجالات بالإضافة إلى تعزيز الحريات ودعم كل ما من شأنه أن يسهم في الحفاظ والارتقاء بما تحقق من إنجازات على كافة الصعود على مدى سنوات العمل الديمقراطي في المملكة اتسمت الحياة البرلمانية باستقرار مسيرتها من خلال مواعيد دستورية لإجراء الانتخابات والدعوة لانعقاد المجلسين وهو ما يمنح هذه المسيرة استقرارا ويعزز نهج العمل الديمقراطي والمشاركة الشعبية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن